استقبل معالي الدكتور الشيخ خالد بن خليفة الخليفة رئيس مجلس أمناء مركز الملك حمد العالمي للتعايش السلمي وأفدا أمريكيا من جماعة القادة الإنجليين برئاسة السيد جويل روزنبرغ محلل وخبير في مجال الاستشارات الإعلامية والسياسية الدولية وأستعرض معالي خلال اللقاء جوانب الحضارية والتاريخية التي تميز مملكة البحرين في مجالات التسامح والتعايش السلمي بين مختلف منكونات المجتمع مؤكدا على الدور الذي يقوم به جلالة الملك المفده في تعزيز قيم المحبة والأخوة الإنسانية والانفتاح على الآخر معتبرا أن أعلان مملكة البحرين إطار منهجي يرسخ النموذج البحريني الفريد في رسم السياسات المستندة إلى التسامح والتعايش الإنساني كما قام معاليه بتقديم نبذة عن المبادرات الناجحة التي أطلقها مركز الملك حمد العالمي للتعايش السلمي مشيرا إلى أنها تهدف إلى عدد جيل من الشباب من كل مكان في العالم متخصص في التسامح ما يساعد على نشر وتحقيق رسالة المركز عالمية من جهته عرب السيد جويل روزنبرغ عن إعجابه بما يقدمه المركز في سبيل خدمة قضايا السلام والتسامح المجتمعي العالمي مثمنا دور مملكة البحرين وجهودها في مجالات التعايش والانفتاح على الآخر والتي تأتي انطلاقا من نهج جلالة الملك المفدى اللهم تحقيق جلالة الملك المأكدكم اشتركوا في القناة